اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شكلتات بقصة جديدة كدرين بيضا واش لبس عليكم شنو خباركم واشنو كتعودو تمنيني عليكم ان شاء الله انتما كتسمعوا لهذه القصة تكونوا في افضل احوال بصحيحة جيدة عائلتكم بخير نفسيتكم زيانة وكل شي هو هاداك شكلتات القصة الهدلي لقصة مميزة قصة تقيلة باحداثها قصة ماشي عادية اعرفتوا لي شو للا بلا شك اغتكونوا شفتو حيث القصة بقلم شكريتا هالي شكريتا قديمة وفي اكتبات مجموعة من القصص الكاتبة يا قوت عقلتوا ليها وراها جيت لكم بحولة جديدة من بعد غياب لي كان طويل بلا ما تضربوني شكريتات شوفوا رام شاء الله عندي واحد كم هائل من القصص بزافت شكريتا اصفتوا لي قصص ونقدر نقول لكم يلا الله جاوبت 10% وبقيم بزاف ما جاوبتهم وكي نشكريتا لك يسمحوني دابة سنستغل فرصة يعني جاوبتهم وما بقتش رضيت عليهم لحقك مشالية الحساب ديالهم ما بقىوش عندي ولكن ان شاء الله غدي نخصص نهار غنقلس وغدي نظر مقاش شكريتا لك سبتلي شكريتا لك سافي شكرا لكم بزاف نقدر مجهودكم نقدر كل حرف وكل دقيقة خدسوا من وقتكم بيش تكتبوا فيها حيث فيها الكسابة مش سهلة وانا عارفة المجهود اللي ادرته غطره لي واحد شمية سافي يلا ما غديش نطول عليكم ونقول لكم رحبوا معي بعد القصة قصة اللي فخمة بامتياز قصة تقيلة فيها كل من السيطرة حب تملك الغيرة المكيدة الكوميديا والدراما التي تعتبر محبوبة الجماهير ما انتوهلش نقول لكم اخبطوا واحد لايك ولا مكشوش مشتركين في القناة اشتركوا باش يبقى يوصلكم كل جديد واشتركوا يلا سافي الرضا والحلوة من قردها ويا جوا يا ابنياتي كل سوحدها رانينا بنعود لكم على الحكاية اقبل ما نبدأ نقول لكم عاتوني وديناتكم سلام شكليتات لا بساليكم دسو سنقفولو ولا لا ودرو لها ابوني انا اسمتي نور وعندي 24 سنة واليوم جيت نعود لكم قصتي انا كنخدم مهندسة فوحد شركة دي العقار كنت من عائلة متوسدة ماما كتشتغل محاسبة فوحد شركة اما بابا فما عنديش مش اغان قول لكم ما كنعرفوش ولميات لا 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 هو حي يرزق غير هو كنسمح فينا انا وماما شحال هادي انا زيادة وخلوق في امريكا وماما اني صافي كبرت انا غير نعود لكم القصة باش تفهموه ماما مش هات الامريكا صفتها وليدي هاتش حال هاديك نعود لكم مش هات باش تقرأت اما وبالصدفة تعرفت على الرجل اللي ولدتني معاه بغاتو بغاهو تزوجو ولكن والديه رفضو حيث مكن مكن تعميش ماما نفس طبقة ديالهم الاب ديالي تخلى عليهم وبدأ هو ماما من الزيرو حيث اصلا كانوا رفضو يعاونوه تفتح ويش ماما مسكينا تفترات في ديك الفترة تسمح في حلم هاتي للدراسة وتخرج تخدم عند اللي يسوه ولي ما يسوهش اما هو منع الوقت بس صعبش انه يبقى يعنيه هو ولد الشان وولد فلان وفرتلان ولد عائلة غنية وبسبب الحب القراسو مفرط في التروة ديالو ولكي يبرد في قيسو وغطيتو غير في الشراب والدوران وقرس في الدار ورقمر حتى الواحد النهار كانوا غيصفوها ليه واحد العصابة حيتخدم عندهم بزاف دي الكريديات ومردهمش اه اشعان قوليكم قلت لي ماما كانت رجعت من الخدمة حتلقت عائلته في الدار عائلته اللي جاو مو باهو طلبوا منه سماحه حيتخلو عليه ماما فرحات ديك الساعة ويتسحب لها غديهزونا ويفرحوا بينا شرتوا علي غيخلصو ليه الدين ويتلق ماما ويسمح فينا ديك الساعة انا كنت بنت خمس سنين وفعلا اتبع الفلوس واختر عائلته وطلق ماما وطلقني حتى انا معاها دوزنا فترة امه ومن بعد رجعنا للمغرب وما فينا عايشين دابا ندورو ندورو وماكين بحال بلادنا بقينا عايشين انا وماما في الدار دي جدي يوم مسكين فاشمة جدي جا خالي وسكن في ديك الدار بقينا عايشين معاها انا وماما مان كدبش عليكم خالي كان ضريف ولكن المرض وكانت عقرب دي ما كز عمروا علينا حتى كنت تقلب انا محدي كان كبر وليس مراهقة وليس كنحس بشنو ضير بيا مقدرتش مقدرتش نعيش معاهم نهائيا سافي مقدرتش نعيش ومقدرتش نعيش معاهم وانا كنبدأ نضغط كنضغط على العراس وكنقول نور لا نور قلت غرحت تشديد برومدي غرحت تقرأي بعضة غير لسونسول الماستر وبدأت نقصح قصحت شخصيتي لك من خلية حقر عليها خالي موت ويزوجني حسمرتك تبقى تحرده ولكن معامن هم 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 العراس اللي جابوا لي كنهربوا ليهم من الباب ماما ما كيتعملوش معا خيب ما عرفش انا غير مرتو شنو بغت فيه انا وش كتغير مني على خيالي ولا ما فهمتش مستطيع عنديك المراض ايوكي قلت لكم قسم قصحة مقصحة حتوث للنهار اللي اخدتهوه الديبلوم ديالي ما شفتش ورايا تلعت الاكبر مدين عدنا في المغرب وسمى وكتخدمه سهل يلاح فيها بصالير اللي كان زوين وكريت واحد لباقدامو عيز معاما مجلس كن معايا ولكن ماما رفضات وفضت تبقى سمى تندينت انها لحقتها شوالفات وديرها جيرانها وخدمتها وخليسها على خاطرها بغت تخرج ماما ديك الساعة استقلتها هي في ندينة بوحدها ولكن خالي قال لي اما عندك فين تمشي وهنا غادي تبقي حلت عوي ناسها وهي جبديد ذيها اللي كان مسبوغين برل الأحمر شفت بصها هي تتاسم ونادت كتتميل بخسرها دخلت لتوش وحكت سني ناسها غسلت وشها وما خرجت إلا وهي ديها ميك اوب حلت البلاكار ميلة شفيفة وهي كتت تخسر اش من البيسة غادي تلبس تلفونها كيصوني ومارضت ليه البال هبطت للتحت بالبيسة اللي كانت كيوت كانت جيب منذ اللي واسعين عرفتوهم خرجوا هاد العم تندونس كانت باللون الكحل ودرمعها دي بغضغ بالكحل وصني دي رجع التالون حتى تساكافتو موبيل اللي كانت صغيرة من نوع ميني كوبر وباللون الحمر نزلت الساجل هي تشوف وشكوشي هو هاداك قدت المرايا وهي تنزل المرايا لقدامها جبدت العكر ودوزتها لشفيفها شافت فترفونها يدلقها جوش المكالمس عند ماماها ميل شفيفة وجدتني تبحكة صونت لها وقلت ليها ماذا حيات؟ لا حيات قلت يا العفريتا نور بتسمت هي تقول لا يوريك ماما بدت تكتحك وقلت ليك أنا عاربك يا الفعا نور بتسمت وقلت وجه دخوك مغيقين ليش عليه هو بعرسانه فيما كانش عوج يجيبوا لي مالي شيطانيه مش يزوج بناته ايه مرته ما كانت تكتح مني أسطا نحكتها بلانته كانوا يحرشوها فهمته ماما ضحكت وقلت 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 في الخير سوف يخليه لك وقلت بني ستسبر وصفرك عارفة خيلك عارفة نورت نهدس وقلت عارفة عارفة نعف والين وخلاص وش رقي بقى في الخدمة ماما قال لي بقى عارفة سيزعي بالدار ثلاث حول انهزعني في المراية قلت لم أجل المراية ماما ضحكت وقلت هيا بنتي كبرت التودفات واتتقول لي ما جا ربك ؟ أبنيتانتي لي ومش ربك ؟ نورت اسمت وقلت خليك ليا يا حبيبيت قلبين احبك انا وماما قلت لي يلا يلا تقشو درمتك تسوقي يلا يصير لك امرك باي الزين ارميت لها قبلة وتقطع الاتصال بطلت لها كملت على الطريقة وهي مساسمة حيتها وردية وقعتك شليبها موفر ليها مرتاحة مديا ونفسيا وعقليا وكل شي قد اغضب السيارة ديالها حتى وقفت في الباب ديال الشريكة اللي خدمة فيها باركات تم موبيل في بلاستها واخدت الاسانسور اللي يدخل بها نيشا للفوق انستالت في المكسب ديالها اللي فيه تيم اللي يخدمين معاها خاولة وعالاء وعد نور اللي هي الشف ديالهم طلت عليهم وقلت انا جيت كنت وحشني اغضبت لي وقلت لي علاق جاء وتاني وقالت انا جاءد وقلت لي وقلت لي وقلت لي الكبير بالاستيرات احضبتها في الكرافوز وقلت لي وقلت ليه يوريكم شههوا منه شه يوم نخليك يجري بصنقة بلحفة علاء كيموس تحكه كافج.. نأخذت اسفدي ألا اتأخذ كل مسكي أجي؟ وبوش منها، منظر تنكرته له هي اليوم نور وقلت البارح ما شهي اليوم تسمى تسمى الدفعات بالكرسي دي للروايد جاءت التيم ديالها فرقة اللي اتتركتهم جيبت قوة صورة ديالها كانت خدا سافدو الحواجي و الرساليهم غير شافوها الدعاة متوسط ان كثيرا متوسط قد يصفق بسرعة وضعك بسرعة مالذة تفضل لا تذكر إن النطاة مدخل كسبت لك العرسين قد يدربط طريقة لك نجد من اللطاة تحله باد والسطاة انزل أمير ه dieses Play هل هذا الصداع أمير انا شركة هذي انت مرد سوالي نقه هنا وبدأت تغوص وبدأ كل هجاتي كل شي سقل وش كل من غيرها هاجر المسؤولة على قسم الموارد البشرية في الشركة دخلت في محيحة ومعصوة وصراحة تحكي اللي درنا باسل وقال اني طبعا مستحيل شفت في عورة نحت رجلة اللي قلت لها ايوة من اللي مكتب محترم دقيعة الدخلي مش هها تحلي الباب ودخلي مدرمة هاجر المسؤولة اللي عندك كيف شو انت عارف راسك شخي تقولو او لا لا ايوة صغنزني شتا وننهز السيلو نتعني على الوراق وننعود هسيت فاها هيني ولي موصفتش لكم راس اياك سنو سلي معا دخلنا واني معاكم هسيت فاها هيني ونلويز زغبت يا شعري اللي كان بلك حل شتا وقتليها عارفة حبيبة كنظن هذا القسم هذا بعيد على الموارد البشرية ونحن ماشي تحت الرئاسة ديالك لدينا الشف ديالنا ومنوع اي شخص من غير المهندسين اللي في هذا المكتب يدخلو لهنا خورة قلت ايه عند الحق شفت فيها هاجر ويرا بغطت نطق وقتليها هذا الشيء ذاتي تسمى ترقصي سرية العمل وكنظن هذه الشركة عارفة حسن مني هاجر قلت لي مرضاتش انتظروا عن ايه ها ما على مقى غير كذلك وردت الكرسية من نشر ودير فيها تجاه ترقينا هاجر قلت شه شكتو لتطاولت عليه واذا لا فرصت وبدأ ايه من العائلة تقتلينها ولكن اريد ان نتخذك من مجرد منها هذه الشركة ستكون بسم عائلتنا بدأت تختار بسم اللي فيها شفتوا فيها و قتليها ما قدرت تخرجينك و خرجينه منهر الأول نحن كلنا عارفين بهذا لكي ما تتحملينيش كيف ما عارفين بهذا انتقعت خولها و قلت نفي الدكشة حبي بدأناك نضحك و اطلقنا لها و تنيدك الضحك هيا هيا لما رضعت هيا تم خارجة و قد قل هل تجد تشوفي همول شغي جدا و ديك ساعد نشوفوش كلي غدي سلقف هذه الشركة علاء قال العز بك سكتيها خولها قلت او يعطيه و نضرت لعنده و قالت اخ تفوش حل حسبه في رأسها كلي حملهاش هاجي و شو حمول شغي جدا خولها تقدت فقسة و قلت لي ايه رغدا جايمسي و سامد الجهاري هاتي اول مرة غدي نزل هاتي الشركة اللي في المغرب كي عودوا لي صعيب و قاسع هلا ادفع الكرسي هو يقول ايه صراح كي عودوا لي قاسع قربت ان هترت انا بشوي و قلت ليهم قاسع بسبلة شو حدثوا من تنطق عادوا تموسوا تنطق عادوا منه مانا شكا نديروا قاعه هلا ادفع الكرسي يقول لا 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 انت يا اختي بقا اين اغتري و عليك ازلا اما الجهورة لست اخت الجهاري اعتقد بغتك التنسي ترجمة عادوا قصيرة كلم نعرف و بدخل و بدخلت ايناءهم كان صغير و يقول اههه احدنا نبينه لكفائتنا ؟ اذا أريدنا أن تريد لان يرقنا انا استثناءة و لكننا أعتقد و الق ooعه الصعب سواء توفقه تاولي شركة اصلا معذب و صعب القنعه سوء سيكون صعب لا يسميه سوء مجدد جوجب مالكت لما مهجب بقية كود أخبرت�� مو الفوت لدي الخطة ضحت لها على القلب خوله وعلق دقوا واحدة قالوا وماذا هي؟ تكاث عليه الكرسي وهي اضحك ما عرفتكمش على البطرة ديالنا ياك ايش ماش نقول لكم البطرة ديالنا وكأنها ملكة الكون ماشي غير ملكة جمال الكون ايش هنقول لكم امنين غادي نبطا عندها واحد الجمال واحد الجمال راه راه ملكان صغير ودك الجمال هو اللي يعتقى قدير صبال قدهم قداش وبنات مغير كي بغير يغوث علىها وكيشوفها هي كيسقل ويسكتس من نوع اللي جمالها مساعدها بثا في حياتها وحزاف خدمتها وفي الزاف ديال الحويش شعرها اللي كان اسود كسواد الليل وطويل ومسبسب عيون اللي كانوا زورق وشفار اللي كانوا طالعين بجبدين لمها يعنيها زرقين ولبها عينيه زرقين دوك العينين الزرق واقع اللي جبتم غير ما كانت تشحم اللي كانت تحكي يقولوا اللي اللي راه جداس مامتي هي كان عندها نفس اللون في عينيها البشرة ديالتي ببضى أما لطي والفرما بلا منتبه لها جسم اللي كان مرسوم ومنحوت مناطق أنتوية اللي كانت بارزة وخسر اللي كان مشدود كان عندها واحد جمال غير طبيعي فتاة متفجرة الأنوثة لا في حركاتها ولا كلامها غير طبعا كتحرك كتمشى كتخلي برد ما يتطبط في روحها لها جمال هاللي كان طاغي وبشكل ملفت للنظر واحد هي نور اسمها لمسامها نخليوا البطرة ديالنو ونمشيوا المكان آخر وبتطبط في أمريكا في قصر اللي كان ضخم وفاخر كان رجل يكون في 52 عام من عمره وقف كيتل من الشرفة الزجاجية دي المكتب اللي كان سكتل على حديقة راقية جدا وباركينج اللي كانوا فيه أفخم سيارات شاف البعيد هو يتنهد هز هز واحد صويرة كان مصور فيها وهو شاب ومعاه بنت صغيرة كانت تحك ومرة دي كانت جميلة بساف كانوا كيبنوا عائلة ساهدة طول شوفها في البنت اللي في الصورة ودوزي ديه ليه عاود شاف جهة المرة بحرقة وألم سمحوا ليه سمحوا ليه بساف اعرفت حاجة ما غتصلح غلطي ولا اني دا الزمن وعرفت بقيمتكم اعرفت حاجة ما غتنتووز ليه الغلاط ليدردس ولكنتو حشتكم بزاث كيف غيكون شكركة بنتي ونتي دابا عندك 24 عام ايه بينا غتكوني كتشبه المامك واخدها من جمالهو اللي انهار شفتو تبهرس كان سمسكني خديثي حساب نحنيت قلبها بش تسمحي ليه دخل قال دخل هو كمسحد موعود غياء ثم داخل واحد العدمة اها والعطامة والتقديرا والجامل ماذا نقول لكم شو مدخل واحد ساعة ساعة كتو كتاش عالم الزيناتو يا لبنان شهيتو كونكا منوشي 400000 نفرقو لكم واحدة بواحدة ماذا نقول لكم كل زبدة ومنين نبداء ماذا منك يا زين وشو منك يا جامال وطولة وتقديرها وعلى شلا اللهمشي هذا صمت الجوهاري الوريد الاكبر المجموعة شركات الجوهاري في كل من امريكا واوروبا والخليج العربي والمغرب وثيم لحد الجنون جميع سيدات المجتمع الراقي غيهب الويت التاو غير حلا شوفها منو كانت الملميح ديالو خشنة ملميح اللي كانت حرشاكي قلت لكم والحياء اللي كانت متراسية ومزينة وجهه عيونه كبار وكوحل وعنده واحد نظرة قاسحة وهي بطاغية الشخصية ديالو مع القصة غدي تتعرفوا عليها اللي نقول لكم كما لا أعززون في رد يومكم لذلك لن يحصلوا على زجاج لهما أمي شفت صوره لي في ديالو يتنهد وقال جوت نسلم المالكه وممشي السعلي جوهاري يضل عنده وقال يا صفي نويتي سمد بتسمو قال راك عرف نظر للمغرب كان من المشاكلة في الشريكة وبحرين حليك موضوعك السعلي هتت ديالو جوج عليك تفوت شافيه افتخار وقال واش متأكد بلي هي يعنيت صمت نهد وقال متأكد درنت بزر جيل تحريات كان صعيب اللقاوها خاصة بعد ما بدلت كنيسها واخدت كنيسة الوالدة جيلها ولا اني بصوت فاستقات مهندسة عندنا الساعة لي بتاسم وقال ما عندك شي صورة ليها صمت نهد وقال لي لأسف الله كان عند لي قرد ولكن كان ما عندك قريب قريب غادي تشوفها شافيه استعالي وقال ما فهمتش ما فهمتش علش ملعتها لينزل عندها والدي ومش نجيبها سامت شافيه مطول غمض عينيه وحلهم وقال له المصلحة تكون بجوش ما تلاقوش دعبة باش ما تصدمهاش وما تنفرش منك خاصة انه عانيده ومشيش وحده لي ساهله واني رخصة ضروري تعرف لي وعلقتها امايا خصني ضروري نعرفهم على بضيعتهم شافيه سامت وقال له كون هاني طفي كون هاني خلي الأمور كلها آليا ايوه يلا هو نرجعو للمغرب وبدبت في شريكة ديال الوكيلي للعمران قلت نور بكل شي ياكو برمجة الحصوب ديالها مع الشاشة الكبيرة وكتشرح البروجي بكل اتقان كانت كسهدار بكل هودوء وحين يعلموا الشي اللي كان رجل كبير حتى قطع الصوت ديال الحاجة الواكيلي وقال دبا من الصباح وانتي كتشرحي والثامان ما قلت هي شي نور وغمتت حينيها بعصبيو حلتهم وقالت بروجي بحال هيدا وفي هذا الموقع ثلاثة ديال مليار الحاج الواكيلي قال واش عمقيتو وغيتيني نشري ارض بذيك الخلاق وانا بلعبها التامان لا 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 انا عاني طيحت ناني في الضومين نور شفت في بودوء وقلت سي الحاج ره الموقع تمام راح حمزة ما كتتعودش ومجموعة من الشركات حطيني عينيهم على ذيك البلاسة وجيني بروجيات كتار اللي غادي كبروا فيه قاطع وقال واذا كانوا حطيني علي العين غاعتها ليهم يا وصف الوصف تقلبوني لا بنيتي انا اتشار اني كان فهم فيهم زيان نور شفت وقلت له ولكن ارى الحاج ره قاطعها الحاج وقال انا قلت لي عندي وانتو ما اوقي لك اتفهموا نور ليتنا هدات شفت وقلت له اوكي عقدت تغبا شوية لا بغيت نود حسوصني واحد الميل من عن الشركة المنافسة ديال حاج الوكيلي كانوا بغين من عندنا نفس البروجي وبثمن زيد على اللي يتلبون اللي يتلبسوا عني من عند الحاج انا اللي غير شفتك الشي وانا نعود نبرون شي ضغية تشليفون هاد المرة مع الشاشة احتضل عليهم كلهم الميزاج وبدوكي يشوفوه اه اه علاء ايلا هنمشيو مع قلتك علاء الحاج والسعيني هو يقرق والسيكريتيرا ديالو بدتك تقولي الحاش قرق اه بلاتي بلاتي بدلت رأيي انا مافق على هذا البروجي غاو انقصوش في افتامن نور بتاسماتو قلت اللي غير سمع ليا الحاج اه دبالبروجي غير تعطى الشريك اخر كيف نشتينتا راق في الطي حدات التليفون مع بغاة توقف الحاج قال اه غير قصو ولكن انا راه اللون وانا اللي شفتو وبقيمتوا ما في البرو ديالي صافي عن وافق نور شفتو قلت له ليا الحاج انت ما وافقتش عليه ودذي نارك عارف البزنز هو هذا احنا ما عليك يعطي كتر غرر اسمح لي انا ما كسبش ليك علاء اللي وقف وقال اللي عمكم الحاج قال اقعد موافق موافق عدد سمان اللي يتبصوا نور شفت فيه وقعت له شركة دي اللي العلامي يعطونا كتر من ثمن الحاج قال لا مستحين خليهم لك شركة دي اللي منافسين بن سومر هاكنت مزوجة بالولد ديالي اوه شف رسو غيد خلف المشاكل العائلية وقال انا اللي عنشدك البروجي شفت في علاء زي ما كانت شاورو كانت شديد الحاج جارل لذي لي Match لمسا حتى تساعدوا إلى النوب الليzeni أتبا معدي ميز solve تساعد أن انسانه ونسنى و العقدة بنيت ضحكات نار هي تشوفها و غنزات ليه و قالت و تبدي و اتي الحاج واخا علش الله نسنى و قالت و هي القلوبة خرج اللي عم نعويناتها غير وقعو هي تضحك خرجت من البيرو و هي النشطة و فرحانة اركبت في طموبيلت و هي كتماسوا بها تستفقل توقعات غاد انزيت انتقراط في خدمتي و دستالر غايت تضحك اركبت في طموبيل و هي مساسما اركب حدها على اقل قدرناها صنينة المصيبة دي الخاولة قلت لي اني انت خطار قدرسي لهاك سعرفك غد يسقن عيه يوا سويت عليهم زيان و عرفت نتخليها من صغراته خطمت تكشي دي العيالات و صافي و صفته بالعيني حتى العائلة دي العمراني حيث عارفهم بلي عندهم مشاكل معهم مهم مش خلطة القضية قدرسي لها قدرسي لها ايضا قدرسي لها في نايت كلوب نور قدرت عند علاء و قتله لماذا نستاهله قدرت علاء في داره و مشتنيشة لدار ديالها دخلتها ناشطة و رشقة لها وهذا مصمار كبير و ترقعته بطلتنا اللي لبسات سروال و درس معها من فوق تشغلت سندلة ديال تالون و قدرت شعرها و خرجت سهرتها و صحابها قدرت ألعاب ملشي بطاجي قردوني بمد ملشي 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 كيف حال فيكم لا يسمعكم يقول معا شكوني كون جرتها صحبتها و قلت و ازين كتل واخاولة و راس طعيب و ركي عودوا علي قاسح و رتحت مكي كتبني في نحداه و أصبح و الاخير أنا قدرسي ندخل داري قلت و بقي الحال قلت لي لأخوة يمشي الحال مكنت عطلش في الزنقة قلت سهوية قدتحك حتات خلاص ها ديالدكشي اللي خدات و مشات ركبت فتو موبيلتها و خبتها صحاب أحسن نعصة و ما عارفش ليام شن مخبيه ليها أصبحنا و أصبح الملك لله سباح سباح جديد حمل فتياته أحدات جديدة هند البطرة ديالنه اللي فاقت دارت روتينها الصباحي لبست فسان اللي كان باللون الأحمر أحمر شفاه و كعب عالي باللون الأسود وساك أسود تلقى تشعرها الكحل و مشات نيشة اللي خدمتها في الباب ديال الشركة توقفو ثلاثة ديال الطموبيلات نزل السائقة و يحليها الباب و من الطموبيلات أخرى نزلوا ليقارد كان داخل وبطولته وبهيبته و تقديرته داخل و داخليه معا مجموعة مموظفين تابعين ليه اللي كانوا كنت نوه في الباب تلقاوه مجموعين و تمو غدين داخلين و كوشك يهضر معاه و يسلم عليه و معاه السكرتيرا اللي داز من حداك يعطيه تحية حتى قبلته هاجار و قالت وف على سلامتك هي تسلم عليها من الوجه على سلامتك هاجار 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 هي بنت خالد للبطل ديالنا سامد و كتموت عليه و كتقيل كتلسق فيه و لأنه و هو ما معبره هو منعليكي يعرف انه يدوز بيوم الوقت و لكن هاجار ما بغيش يدوز بيوم الوقت حتى تبقى من العائلة اما مشاعره عمرهم تحركوا من جهزها فترسر و انه يدوز بيوم الوقت هاجار فترسر 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 و هو لم تفهمت عيسام لا تتردهم عيسام هو المسؤول في الشركة طوالي اللسان لا يجوش في الوقت لا يجوش في الوقت صمت شفيا وقال كنت انت خدمت بعيدة على المهندسين قال له هو يشوف جهة البيرو عجر قلت رح كان عارف رص الحرب ديالهم البطال ديالنزلت خطة البيرو لا يوجد دخول يشوفوا حدثه فتلك شوية الناس عيسام قال صراحة نشهد بالحق ما جرتش علوميه هاجر قلت له ايه ما جيتش جلتي علي ومو علاش كنت انتزع لي زمانة قتش سامد من عائلتها عيسام لي هو مكلف ما زوقش لها وقال لبلاكس اني صنور المربط من احسن المهندسين اللي خدمت معه من دكية سبرك الله اللي هي والتيم ديالها وكيشده غير اكبر البروجيات غير صفقات لكيربحوا و سامد اللي غير سمع اسميه قلت له هاجر قلت له و قلت له شي حاجة سامد وقفه و يدور شف جهة البرو اللي في الاخر ديال المامار و قلت له بغيت نشوفهم هاجر شفت له بالتغرب و قلت ايه اجيني تشوف خدمتهم من ناقصة عيسو محرك رسو يمين شيمال قربو و تقادجو تقادس طبعا نغسلت لها ودنيا اذا كل نهار و قلت له هاجر و سامد و مسيو عسام مسيو عسام اللي مداخل و تسنيه مخرج حاجر شفت له و قالت ما غسو قفوووش بل احسر انك نقفوو من كدخل المدير البطرة ديالنا اللي كانت ديرنا الدارة الطيبية و خشيه و وجهها في اللابتوب و كل واحد مركز فخد نسوه على عكس دكشي كرم توقع من دكشي العولة لها هاجر عليهم اجر قلت ما غلش تقفوو كحترام بطرتنا اللي كانت خشيه و جهة قدرت انضدرع العينية هس اسراصه و قلت نقفو لما بالسلامة لي كنتي احتاج الناس على المسيطة تضقي في الباب كيف الناس السعركي بقى موسيعة جريفة خولا نغزتني وقتلي شوف شفيتك لحدها دورت عيني وانا نشوف فيه شوف اللي شفت فيه بلا ما نحصل قطرة سيكا نقول ويني 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 اش هتزين واش هالجمال يا سيدربي واش تشكولعتنا في المغرب ضيقت في عيني خولا نغزتني وقتليها مع مشكلة ده اللي جايبة طلعتها وهبتها وانا نحاوت شفت جيه سوق هو اللي كان يكتبش المسيج في الفن ولا ما نعرف قلت لي اه وشكلة الاخل اللي معاك اتمنش بشي بوديقاردي حديك هاجر شفت وقالت نتركي لسنك طويل ضلت عنده بغاية تهدر معاه ومركز مع المسيج نور قلت وينو مسكينة لا لغصنا مقوى قلنا نحترمو انت هاجر اللي تمشي كجيش كمبيناة لمدير اللي كتدنا به وذات كتضحك عيصام اللي تم داخل شافي امو يبتسم وقال نضو نضو سلم على مسي سامد شفت شو قلت له مسي سامد خاولة قلت انه مسي سامد عالة وقف بلاك المبلاجوش حتى شتت قاعدوا كل ورقلي كان وحدها غير غير سوحد امو ينسي ابيلي كيفش ملشي على ملشي خصي يكون شوشي باني بحل بحل مسي هذا قلت ثانية استرعته هي كتشوف من غزاة علاء باش تسكو تسكو أسكسي اسمد شي نضو وقف بخصو ونزلها مززيان ما هي شافاها هوات دور شافجيت من صديقتها شكن فكم نور قلبي تسسو تسحطو كل تنريك ما بصحديك شكس بيبغي جريلي يل هاجر لي بساس ما سب خبز قلت له انا تبعني البرو ديالي دابا هاجر دارت في ديك شفا ديال شكلي غتربح اما انا صفي عرف ترسيق بفرسا ديال بصح ودس قدب عني واحد السيناريو ديال غراني مزوجة برشلي غي يخسر لي يا خالي هتغجر علي منخد ما ودي نرجع للدار الرعدة شدادني هو اللي دار بيك المبلاجوش نرى كي يخلع هتهمت كمشون كتو قد قولو شافت فيه صديق سوقتلي سيري السيري وطلو يستماحه هو اللي يمشى ودخل البرو ديالو حي دلافاس ديال كوستيوم وعلقها وقا غير بشميز حلا صدايف القداميين جايه زوينة بالساف مع الفرما ديالو وديرنا الدارة الطبية على عينيه غرس هو كترتق فعدام يدو شمتوقها زوينة لعد دراجة امزح على شعره وهو كتفكر ذا كله الحمر لونه المفتل وكيجع ليها مائز مع الدقان ندخل تماز داخله رمعينيه في الارض طلعها من صندلسها السوداء رجلسها اللي بويت كيشقشقه بالنقاوة لفزانها ليها مكيناش فيها شي حاجة ما كتصرخش بالقونوة ارني قتلكم البطرة ديالة القصة ساحرة بامتياز اما بطلتنا اللي محتك تقرب وياك تقول ناريش هالسوين ناري على هالة الوقار ظهره بيه ناري انتكيش رهيلي تفضل قلسي خرجها من افكارها هاد الصوت ديال ورخاشين قلساته هي من سلاحينيها متوتره صامت شف فيها مطور وقل الصراحة اسمالتها لك بزوف ديالة حويش هالسويني وقلت له السويلة كتك تقضي على هجر فراهيلي مكت تحترمش خصوصيات خدمتنا ومكت تعملناش مزيان وانا من طبيعتي اي واحد كيقلل المحترام معنية كان عامله بالميدل وقاطعها صامت ويهزيدي وقل كان هدرا لخدمتك مشاهل هجر احلقتك معه وانا مع غيره مكتسهمنيش انا سقلت وسكت اشتيه بسي غرب وانا حتى رجل هالي رجل وف حدرت احيت بلا من حسزيت واحد الكاس ديال ما كان محطوط وانزلت عليه غروحيت وقلت له اسمح لي احتيت الكاس وانا انتحك ليت حكاس فراه شف فيها مطول هو يشوف جيد الكاس وقال له اسمالت وانتي وانتي من ديالك وما اكثر واحدين متفانين في العمل ديالهم وابلي ربحتوا لي صفقة من ديال البارح انا فرحا قلت له اه ربحناها واخكا صعب نربحوها مغيت نكافئك انت هو فريقك لا تشي اللي درته طبعا انا اللي فرحت وقلت له طبعا اهه مغيت كتولي مساعدة ديالي وانتي اللي تكلف ببروجيت كبير معايا وحتى المراقبة ديالبروجيت الخري واساعتين وقلت له كيفش ولكن هذا الخدمة راديية للمسيوعي صام ولمستحل ناخد له بلاصه صامت شفها وقال صامت شفها وقال دحكة. 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 دحكة دحكة تشعرها. بأدبة. وقالت على. للا لا. ما سديش على غرت وطرت وصافي. سنما تشوف في عبدو دي. وقال يا. دبوه موافقة. نور. قلت. ويلة. كلي موافقة. ووش موافقة. اه. ويلة. اكد موافقة. الله ودي. مدلعي دو. وقال. اذا انتفقنا. نور طولة تشوف في الده. بلية وطلح رنقي عبرني بعينيه الزهواني وبالينافيه الزهواني رميت انا شعر اللروم بديت له يدي ممتسمه وقلت له ايضا انتفقنا حييت يدي من يده ولا مساخيهاش شاف لها في عينيها بجوار او قل غدا غايكو البرو ديالك الجديد وجد واتبره من غدا غاتولينتين مسؤولة لجميع المهندسين قلت له واسحابي؟ اكدتو ما غاي ترقاو غدا انصفت له معيصة ما غاي شرح لكل واحد اللي بيرول اللي غايشد خرجات من عنده وهي فرحانه انا لازم يتخارجه وانا ممتيقاش قربت يديلني في وقت الله بقد فيها ريحتو هاجا شافتي وقتلية ذك ريحة ما قلت بتصع دار ديالك انا اللي قفلت واندول عنده وقتليها اللي غاتولي كتسوها حبيبة هاجا رضحكت وقتلية اكد غايكو نسمعك خلو ادنيك طرتك اه؟ قلت لي كدك ننهار ما تحدينيش هزيت يا هلية اكد ممشو نرغبو عليك تحكس وانت اللعا ونزلتها وقلت ليها هاجا وقل انا اللي غنطردك اللي بقيت قللته لي الحياة هاجا اللي شافتيها بستغراب يلا بغت تشوبها حتى قربت السكريتيرا ديال سامد وقالت مد موزيل نور البرو جديد ديالك غدا يكون واجد هنا في ناس تبقى اللي فيها مسيو سامد اذا بغيتش حاجة بالطبط خاصة غير علمينا ونوشته عليك حس مسيو سامد استغراب اي حاجة بغياها؟ هاجر هاجر وساعة عينيها هاجر كنت غا تصخف وطيح كيفاش؟ مكسبة جديد؟ اي اه هه هالش ما اترتكش؟ قلت اببت علينا الحبيبه اغرطه يرقيني اه وردتني انها هي رئيسة المهندسين ودابنا ما باعتش بطريقي انا اللي غا بيخليه حيتك مننا هنا باي ووتميس غدا وانا كانت تعوّج ايه ومدك النهار وهو ما كيقولوا هاجر كنت فقد تصغلت وترجعتني حس اي وابهاتنا لي مشاهتوا اي ناشطة ندخلت عن صحبها وحلمسهم موزولو هم اللي فرحوا ليها بثاف شهر على ابدالنا هذا الشهر التغير فيه بزفتي الحويج نور اللي ولس قريبة من سامد كي خدموا بجوج ويمشوا بجوج البروجيات ولكن علاقتهم مختصرة غير حلال الخدمة فقط لا اقلة ولا اكثر سامد اللي لاحظ قداش نور بخوف يصنر بزف الخدمة وشخصيصها قوية خداليها مجموعة من الصور ووصفتهم العمو اللي غير شافهم فرح بزف كنت هديك اول مرة يشوف بنت قداش كبرات كانت تشبه لماماها بزف واختب انه حتى هو شوية ولكن من ماماها بزف برامي يحس الحاج على راسه نزل دموعه حتى تحلاليه الباب ودخلات شكور من غيرها الاميرة الصغيرة امايا وهي الابنة الثانية نمسي عالي مرة ما تفرق مع مدام حيات زوجاته الام دياره بوحدة اجنبية ولكن معها بزف حتى انا كدس وجو حملات وماتت في الولاده وخلات ليها امايا اللي اربها ودرها في عميناته وكان دمك يقولها بليرها عندها اختها كبيرة امايا اللي حاليا عندها 18 سنو بنت زوينو وهيونها زورق و شعرها زهر مراميها اجنبية بحكم ماماها كانت امريكية للاصل لا موهم أذر تعرف ابسد عليها وصافي امايا قتلت سبابي في غابرة وحشتكو بابا مالك السي علي مسحت مع تضغي وقال اههههههههههه الولاو ابنتي جا قرب يستوار دياري قربت منه وعند نقاطه و قتله يلا نعضب اببا حبيبي وش انت مزيان المسي علي قال مش يزيمي وانديك خبر زبنا قا تفرحك امايا قلت له اللي هي هالزوار هو يمتونها وقال هادي نور احنا قلنا نور قلنا نور خطيك بنسي امايا بفرحة قلت شوف الصور وتزوميح لها وقالت واو ما شاء الله هزوينا وش بسع القسيعة بابا بغيت نشوفها عرفت محتاج نقدر معرف بزفتي الحويش بغنقولها بزفتي الحاجات مسي علي بتات المقرد حتى انا بغي نشوفها ولكن ركي عرفة خاصة نصبرها بنسي امايا قلت لبابا عليش سنصبره هي اختصرت الحقيقة مسي علي قل مش بسهل عندما توقفوا اللي يتمد نهاري اعطينا الاشارة غادي نزلوا وغادي نشوفوها اوكي خلينا نزلوا نصبره عنقاته هي كتشوف صورها ومجمعها مع باباها ايوان رجعوا المغرب عندهم هما دي كانوا خارجين الشانتي هي وطمد كيراق بالبروجي كيفاش غادي كانت واقفة لبسة سروال كلاس دي كان بلو الكحل وخشيه وسطه شميز اللي كانت باللون شيبي حلقة تسألة ودنيها وسنسل رقيقها لحنقها سمات قلت لها اهم سبراك الله لك روقت الخدمة داك نقدرون سليوها قبل الوقت المحددين نور شفت وقلت له انا دي ما كانت لب الوقت سعيد بشكل خدمة متقونا وحتي روقع شي مشكل ما يقترش على وقت تسليم سمات قلت لها تماما مزيان ماندي منتسك صراحة سليم منصب ديارك وكتر شاركتنا محدودة بمهندسة بحرك نور اللي شرفت يا ابن السعين شو شكرا لك شاف ساعته بورد وقل وقتلغ دادي شنو بلكن تغدوا بشوش لما كان عندك تشي حاجة اخرى نور بإبتسامه قل بها تربه وقلت اهو خالج الله ركبت معاه في التموبيل ومشاول نفس المطعم اللي كان على البحر في النار لا قاسب عريس الغفلة قلتها ايه نور اللي غر دخلات شتة سد دحكة صامت شافع وقل ما ركض حكينا معك نور قلت له لا لا والو غر تفكر تشي حاجة وصافي مقاوك تغداو وكان الصمت هو سيد المكان كان لا أسن إ Lia saw me سأل ركلي بكيف او است ماسك ل dynamics ما ركت له شكت ل الله نهان بس طassic انتقcis هنا غير الحساب باخد موسافي صامت قال وله بايته أنتق السيد الميز hade نور قلت ل الله عيشة بوحدي ماما بقت في ثط commented نهان بانOlية و ibolar صامت عليه وبي نور شافت في البحر المطورة عقدت غوباجتها هي تزل فرشيتها وقالت ميت صامت اللي بدك يشوف ملاميحها كيف تبدله ملدك رئيس باباها نهد وقالله الله يرحمه واش عدمات نور بتواد تور قالت اللي مات حالهادي ملكنت عندي خمس سنين صامت قالله الصراحة صعب لإنزاني كبرو بلأب فضلوقت نور بورودة قالت له أمرني حسيت بهذا الشي ماما بالنسبة لي فيها كل شي أب وأم وأخته صديقة واشدع لها تشيرها ماشي كل شي كي سهل يكون أب صامت هنا عرفها بلي الموضوع مقصحة بثاف حكا لالحيته وقالله أخاكك بلاستك تبقى بينا نور زيارت على الفرشيطة هي تشوفيه وقالت مش دي مكة تكون لعندهم بلاستك في حياتنا بشوش يبغيوا يديروا بسمة ديالهم مهم موضوع طويل شفيع وقالله مفهمت شنو كتقصدي نور زيارت على الفرشيطة قلت لالله اللوه لو أنت شفك هذا الموضوع شوية كي يحصبني وصافي صامت نهد وقال حاسبك حتى أنا بحالك الوليد ديالي مزونة صغر وديك رايتي معا قليلة بزاف أورفاني غر عمي نور زيارت على الفرشيطة شفت فيه وقالت الله يرحمه يا رب والله يخلي لك عمك بينا غيكون رجل مزيان صامت شف لها في عينيها وقالله صراحة اه رجل مزيان وبزاف متأكدة لو سعرفتها لي سترساح لي بزاف نور تحكيت وقالت مم مم بينا هديك غيكون أبن زيان واش عنده شي برد عند صامت شف لها في عينيها وقال لا عنده شوج بنات نور ردت شعالها ورعوت نياو يا مبتسنو وقالت الله يخليهم ليه آمين يا ربي والولده ديك بقى عيش شافيها صامت وقال للأسف ساي سوفت ستنين هادي نور بحزن قتله الله يرحمها اسمح لي جبت عليك المواجه صامت قل مش مشكل نور قتله فكرتك فيها صامت قل منسيتش أصلا هي لبسه سمات وفضلت تقطع الحيوار حناس عينها في تبصيلها كتاكل أما واللي كان كي سرق منها شوفها مرة مرة وكي دورها دارتها لاباها في دماغه وكي قولي يا صورة شنو غادي تكردت فيه لك من اللي تشوفه وتعرفه ليه وتعرفه راسك بالنسي بنت عمي ايوه ما علينا ركبنا في التموبيل وحطني في الدار أنا اللي نزلت وقلت له شكرا مستف نسي صامت صامت حرق لي راسه معه زادت دوز أبال من اللي طلعت لدارها وقالت اف ها سامت لش كنحس بقلبك يترفش كنشوفه اف خرج من عقلي انا جاي غريبا لقبل الخدمة ودوزات الاتصال مجمعة مع ماماها امان البطل ديانو اللي دوز الاتصال نيشال السي عالي اللي بدك يسولوا عليها غادي نقول لكم داز أسبوع اه أسبوع اللي دازه لحياس أبطالنا ما كنتيش حاجة جديدة من غير مسي عالي اللي نزل المغرب هو امايا سامت لك انا جاي هو مع السبو وقال عمي الله هدك ركي غريبا سعقد الأمر نور هرافت الفكرة لكون عندها أب مسي عالي قال ماشي شغلي انا خذت نشوفها ونهدر معاها وش له الدرجة يا كرعاني الدرجة اسك تقول عليه ميت وش انا خذلي اسبنسي تبرا مني وانا بقي في الحياة سامت شافيه مطول وقال له امرا بها الطريقة ما غاديش يتحل المشكل مسي عالي قال انا قلت اللي عندي بغيت نشوفها هي بغيت نشوفها ماشي سوقي سامت لاتنا هدوير دراسه النور مسي حالي شعر وقال وخ ولكن تحمل عواقب هذا التليفون ديالو هو دوز اتصال النور اللي كانت كاسا خدمة في واحد البروجي مسي سامت نور راكي في شركة نور قالت اوه مسيو اهم نزيان مسيو قلت نكتان تصل بك سامت بستغرب قال له لابدت لك نور قال بصراحة توقعي ديالك على واحد البروجي ومسو لتعليك التجربة للي ما جيتش اليوم سامت اوه شرع جيت عمه بصراحة اليوم كتش تشغول جواحد من الشركة نفس الشركة وابدت نعرفك اوه ممكن هذه الفرصة بجيتع الشي معنا اليوم ومنهني توقع لليك على الوراق اللي بغيت نور قالت نور هاه اخوة لاش الله سامت شرع جيت عمه اللي داليه تسعود ويقول لها تسعود مزيانه نور قلت واخن شاء الله عنكم في الوقت عندكم اقطع معاه هو كيشوف عمو واذا هي كشوفة ديالتشي اللي بغيتي وطلع البيتو هو طالع ليه الدم تعاشت العشية عند نور اللي كانت كارسة انفاس اللي مرايه لابس فستان اللي كان باللول اسود هنسومه كي يجي سميتات سميتات على شكل بابيو عفتوك اللي سمتاك التعقد كانت صنطة ديال الحرير والفستان اللي كان مش شدود مجهة الخاسر ومفر فر ملتاك كانت كتاب فوجهه بالميك اوب اللي هدي كماما مردك لك حمره اخليهم ويجي غيشي معايا لالا حيات قالت الله هي ابني شل الله واش محرف اش خالك سحب لكل عشي سمعك غانرتاح ريحرر فيه عيشة كتر من دعبة ميل شايفه وشنو مش غامقه واصابر لي حكا وديبع حني اللي الرأسره بزافة وما زاد فيه ماما قلت لي يا سيكتي باعتنا ما نديره استطلنا كنت طلب الخدمة عملي كنجرة كنت طلع الهنا الفق وكنت خليه وديك لعقربة دير مرتق كنت اخي حسستني بحالة هو يدير فينا الخير ويا اصلا الدار ديال جتة وكتبر هنا في عناس ونصط الاخر وارثين معاه فيه بعد ما كنت لابه منه الفلوس لأولو كاميرا بكل شهر يصون لي يقول كسف تريع الفلوس لالا حيات قالت صبر يا ابني شايفة اه راوك اي راكي اصلا بغني اتنزل لي على حقي في الدار ونكتب عليه كلها بس ميسو وانا عارف ابني ايلا مشي التاتر ساق يخرج نزل وانا مستحينا نخرج من دار امي لها بطلق اعتنا الصبر وخلاص قان اغرب اليات بلا راجل وحاجر علينا لالا حيات قالت ايوالي نالله ابني تيدينا الله ايجب عندش تتقدر وتزوقه اينا عادة بالسلامة نور تسمت وقالت باستثامة يمتع العظامة باستثامة وانا عارف ابني لي اليوم اللاشاء في القصر لالا حيات قالت كيفش القاشطر فقد اصلا بس حدي هاته تراشق لالله ايديكا ماما اضيقت عينيه وكيفاش وشغدت عشيغانت ويعه رأس في الراس فقدت لالا ماما راقى يكون حتى واحد من شعك ايديه بغي يحرفني عليه لالا حيات قالت امم يواش قويتها اليه يمت باستثامة ديالك اشتم هي يسغمزني امتلت مدعك فتحتوه لي الله هيه كمامرة ما كانت مستعد وغير لخدمه صافي لان لأي حايت التي كنت بدها نزوي طلشعرة بشانت او انتظروا هناك قايتشفو هوا كان زعمه اوفني اتجي مياه يجبك شون او اوه ركب انتو حافظك النور بدتت تدور عينيها وياك اتعكر. حبسات من العكريها هي تقول وستروحها. اوه نوحي ومفدل ولكن كنت نحس بي غامض. لين حايت دهين تشعر وكيفاش قايتش? وكملها سدهيك نور الزات كثفه وقالت ما عرفتش اصلا من الاول مرة شفت وحسيت بوحد الاحتاس في شكل بحليل كان انتامي ليه ما عرفتش ماما قالت اذيك 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 نور اللي بتسمت وقالت وما تخافيش حياتش وما شيدك شيد الزين اللي في بالك اصلا حلفه من نزوج حتى نزوجك للا حياتك اصر الله يبصخي القردع بقلي غنزوج قلت لو مارك بقى صغيرة وزيدة اصلا اللي شفك تسحبلو اختي لا تخيفي الله عندك واحدة وربعين عام بقد اذيك ودردك اسبرك الله للا حياتك قلت ايه كنقول ليك لباقي تقول لي عمري متلها ماما ماركي باقي صغير واتيقي فيها بغيت نقول زعمي الله عندك الشيء نعم صافي يجبك حال دافا او ابقعت مطلعة عليها قتعت مع ماما درس اخر لع generalized درس يالي رشيد العادر تيالي و جمعت الوقفه شفت الشعر اللي كان متلوق موج وترقى ديك الزغيبات لقدام تعال لوني في الباج وصاك في نفس اللون نثلات وركبات في السيارة ديالها تمت غادى معرفتش حسيت لي لحظة بقلبي مقبوط عليها وبدس كنقرأ قرآن حتى لقيت راسي وصلت للعنوان دورت عني جهة الوراق ورنهزته معايا وتميت غادى داخله طبعا بعد محلولي الحرس البوابة تميت تخربني قلبي مقبوط تقبلتني لمساعدة ورغل كنت ندور حين يامين شمال وكنشوف هذا الجمال يدير هذا القصر لمساعدة قتلي تفتلي رهما قاسينسم حركتليها راسي وسمية صغادة بطلتنا اللي سمية صغادة داخله قد تقطق بكعبها العالي صمت اللي شافها ووقف وتقدم لها وقال محبابك وسلم عليها بيد نور اللي قالت الله يبرك فيك يكمي جدي بكري وشتف باقي ماشا صمت بتواتر قل لا لا جا ويشو بجيز نور اللي دورت وجهها ابتسامة قربت ومحتها كتقرب وديك الضحكة كتشمع قرب عبدك يترب والصفارة كتسمعها فوضنيها صمت اللي شافها مطور وقل نارفك السيد علي جوهاري شريكي في الشركة وعمي نور نور اللي كانت صدمة مقطرة عليها عيني علي كانو خارجين والاسم كيتعاود فوضنيها علي جوهاري علي جوهاري لا ممكنش وش هدي صدفة وشنو الشبه بحث بحث الصعر اللي مازال عندها مش هات براسها الفلاشباك وتفكرات ابنسة صغيرة قلتها في الحشرة لباباها وقد توريها رسمة ديالها هادي انا وهذا انتا وهادي ماما شوف شوف جيزوينين ياك هو اللي تحكوا قال زوينين بزافة ابنتي بابا انت قلت تمشي ما غاديش تخلينا هيك لا بنتي اكيد منيش بجاد الهدرة قربات وقتلوا اسمعتوا حد لملاكاته وقال لماما باللي غادي تخلينا انتو وتمشي مسيو عالي قال تشميم كنش مقودية ما بنسي جاها فلاشباك اخر وهي كذبك وقد تقول ماما وش باما خلنا انا وش باما يرجعش وماما ها كذبك وقد قول لهو اسمح فينا بنتي اسمح فينا واروخة نعرف نزك بسنانية بنتي ومنخليكش نور 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 اللي كانت تحصة برأسها بحلف شي قوقعها بحلف شي بير هزت في عينيها وقلت هنري لاما نورا صعينيها جسم سيو عالي ويني عارف على سوف وقف قد ربخذت هو مالهated ويرجف وقلت نشي نشي ومعاه اسودتو بنت سهلة منك تهدر الصمد اللي بغيت يدخل قبض لعف دراعه وقال نور نور عافك ما تتصرعيش خلي غير يهدر معك وانت راسمي وقال مش غلقش مش غلقش هاتش عالي جيبني اهو كتش تدرجني هادمودة ما سوى علي قال نور نور بنتي عافك اسمعي لي اهو متش انا سوحشك بزافو نور قال سكاة ركالتاسيدي انا مشي بنتك الوحدة ببه ميت مكاين شو عمه روما غايقون سمعتي سي علي قلب انت عافك عافك ابنتي متحرقيش متحرقيش لي قلبي قلبي محرق عليك خلينا غير دبي محقوق نور اللي غوتت اسقرد لعندوقت وشنو غاي تشرح لي هاو وشنو غاي تقولي هاو تبعشي الفلوس والحشينا فين قنسي هاو فين قنسي يا جيزمه لا لا حطاسيديها لرأسها حساس بالدوخة قرر بل عندها ساهمات قبضها مخصرها وقل نور نور باشي ركي بخير عاون هاكل ساتف الفوتاي مدل عكس يال نمو هي اللي تفعت لي هاده هي تشوف شي تمسي علي بكل حاق ساعدت ساعدة عنده وقل نور بنسي نوري شافت وقل في مسحل شهيئتك فيه نسي مشي تجو مرجع جيش تتشفوا راك لبعض راجع ما سوى علي كل تقي بي يا ابنتي كانو عندي أسباب يا ابنتي كنت صغيرة وما فاهمة والو انا بعت باش نحميه كنتي وماماك نور وقفاتي تقول تحمينا من من غا تحمينا من عائلتك اذا ما فعلت كديك حميتينا انت راك تكرسي لنا امرني بحيتي نيسا النهار اللي رجعت المغرب وكنت مريضة وخزني عاملية وتصلت بك ماما كذبكي بس ما تكبرني كثير يا ما عندي بنتو كنت مزع وجيش تصل بيو وقتاتي علاش فاش هدا بعلاش منسيوا علي حان يا راسو الأرض ودموع نازلين كم بس زمن يا ابنتي تسيقيني والله ما الخطري صامت اللي كانواق في النور مربع يديه الشيء اللي خلع عدلته يبرزو بوضوح كان جامع يدو عندو ومكسافي انه يراحد وكيشوف فيهم غير من بعيد النور رزت في عينه وقات ما بنتكش هذي كلم عمرك تعود تنطقها اسماتي حنا بابا واحد اللي كانت هذي النعار اللي لحنا رزت نقام وحكايته بسردتنا وطلعت سمعتني هاي وده بأ اخر مرة تعودت بان في حياتي سمعت سي نار المرابد انا انظر المرابد واندي تجيش تسلب عائلة الجو عاري وقفعت بش تخرج حتى القاتت سمعت وقف طريقة طلعت وستنسلات وقالت خبيت مع راسك ضربت لفكت فوق ووجهت خارجة تكروزات معه المساعدة اللي كانت حلت الباب الأماية أماية دي كانت تاخله حتى شافتها غير شافتها هي تفرح مشات كتجري وقالت نار أختي وهان نقاضها هان نقاضها وزي رسلها وقالت وأخيرا شفناك أخيرا نار نار اللي تضمز من الكلمة أختي ضحكت فسيساء ضغط أختويا ما عرفاش محسس برا صغيرة باعتاليه رجعجوش خطوات اللي وقلت لها أنا مخص حد سمتي قدرت لها عنده وقلت له لا بينك نتين دمان نظر رجعجوش بني سيحيت جيدة والتيقاه خرجت من سما باق خطوات اللي بهب المشات تشعر انظارهم وأمايك والتي قلت نظر ذاكت ما لها كيف تم إترى سامت اللي تنهد الشذي نعتم والتي واتم يلقى لا تركب المويلة واوست على الباب وقلت او نار نار قلت صامت وقلت صامت شايفة وقلت وقلت المخصصة ما بينه الطاقة وانت اللي تسمعها وسمي سيلي وانت نار شاهدت وانت بلما تدخلك تسمع دخلت لقراسك سامت شافت لقراسك بغيت يقول لقراسك يبقى لقراسك ويستهل منك تعطي فرصة تسمعي نور اللي شافت لقراسك عندك تحب لك ناراني مرتك ولا ساحبتك بجي تدميع معي بهذا الطريق سامت قال نور نور شافت لقراسك على أي أساس جيبني له نباش من الحق الخدمة صح مرتيني وجيبني لهنا على أساس الخدمة باش نلقاك دير لهذا الفيلم أجد دخلك فيه أصلا بغيت تركبه ويجرها من خسرها حساس خبطت مع أسترو شافت لقراسك وقال دخلني سمعتي ومن اللي يوم عندي دخل فيك بزافة منتعمي نور من اللي شافت لقراسك يا خايفة طبعا ما بينت له خوفها وقالت سمعي نقول لك ستخرج من الطريقة وملا غادي نحقك معاه يا سمعتي نترت منه وطلعت في تموبيلتها درت أمارش وزاد اسمك سيريا خلات أماية اللي واقفة بعيد وكتشوف وحيني حمد محين أما مسي عالي اللي كان قلس لداخل وحاني رسول الأرض وطمعوك ينسله عارب لي شرحها وبالساف عارب لي خسر بنتو أما نور اللي كانت حالتها ما كتقلشها ليهم سمعت لدار إشارة اللي قالت بيش يتبعوها لترى ليش حاجة في الطريق أما هي لي موقفات حتى الجهة البحر بقات في تموبيلتها مرجع راسها اللور وكسبك جسى على السيري لديك أبدت كتتك تكرد يكرياس ديال الماضي ومدسى ليهم شوف أدلت ليوم جب دسالي المواجع بدتك تضرب على الفولون كتقول اي لاش اي لاش اي لاش اي لاش حتى ترسل على الفولون و بدتك اسبكي حتى اخوات قلبها ما عفش حمس دعاو هي قاساسم دربات الطورة فاش حساس برصها هي قاتس و اسمت غادا لدارها باركات التو موبيل تمات غادا و هي كتسمشو التقطق بكعبة العالي نهدت نهده طلعا من اعماقها و ما عزت الدربة سوحد الخطو اخرى ما حساس غير بش يد اللي شرعتها حساس تضربات في صدره نور بخاف قلت هتبقاني ننسى؟ هي تخنزر فيه شنو كتديل هنا؟ صامت لك اللبس جاكت اهدر؟ حتى دك البخار خرج من الفم و عرف سوهدي البرد شافيه و قل خصنا دهو اسمتي خصنا و نهدره نور نتاس و نقلت و شنو كتفيه مش العربية انا ماني بش ندو معك لنسلة هو و دبي غادي تخرج من قدامي ايه غادي نجمع لك شوقه هنا صامت شافيه برد و قا جمعه ما كي منيش ما غا نشي منه نحس ندو معك سمتي نور اللي تنعدات بعصبية ما فيها مادة تغوت حساس بالبرد خنزرات فيه هي تنغادة و هو وراها دخلوا لسانسير تواحد فيه منطقه و لا تكلم طلعت معهم واحد شارة اللي بدأت غرقة طلعني و تنزلني كما ندخل معايا رجال ما سوقش لها و قل لبس عيني و وصلت للدار حلي ستاري و دخلت دخلوا ورايا ما سوقش لي هون نحيت صندرت يالتالون لحتى في واحد القنص حتى تساك فوق الفوتاة و راندور شفت فيه قلت فوق الفوتاة و حتى ترشل على الرجال و قلت له انتك شرد بقيق غادي تخرج من عوش نشوفه جاكهنا و قلت له هى تربش عرق جنب واحد سمت لها منذوق الرجالات نصبغين بالحمر حتى الصغباتي اللي عراسها طلعها و نصطلع و قل ما فيك صوب الاقل غير وجديد اشي قزي القهوه النور شافت يوقفت له اش شريف رماجة يبك الشاب بش نضيفك قل شنبعه و نود او العرفتشنب بقش بقعنسمع لكن نود عفك خجم ندعري سمت شافيها بطول و يقول تحكيت بسيزة و قلت على اساس غمقى عندك في ديك الشريكة سنقدم استقالتي منها حيث ما بقيتش بغى ديك خدمة اصلا سمت ضحاك هو يحيت شاكت حتى فق الفوتو و قلت نشل خاطرك من نسبة الخدمة مدنساش بالليارك الثاني شورك في ومشي التزامز دير وضربها اليوم طليلة نور اللي تنهدت و عرفاز بالليارها غارقة و حررسها كبيرة شفت و قلت بانتو شنو باغي مني سمت شافيه و قلت باغيك صار في الحقيقة و ما تبقيش غلطة نور شافت و قلت له شم الحقيقة غانعرف كل شي واضح سمت تكسيد بسبب و سعدتك الصغري كله سمت شافيها مطول ركز مع عينيها كنس بينها حبس الدموع تنهد و قلت و مدرشها كالحسب الفلوس كي تسحب ليكم و نور قد عاته قلت يكون شنو مكان كانت شي حاجة غا تتخلي ابي بعدها لابنسوم رصو بديك الطريقة وباش كمال همشة شاف حياتو سمت نحت و قلت تقب يا نور بابا كان يحميك بديك الطريقة بغاد صدر قربوا حد 7000 فما و قلت شوووووو كانت واحد الفما فيهم هددعه بيكم تيوم ماماك و كان هذا هو الحل الواحد باش يبعدكم المشاكل أنا لا أريد أن أقول لك بالطبع التفاصيل لأنني أردت شي تسمعه منه نور واسعاد في عينيها وقالت ما فيها لكي يحميني بعدني منه و لم ينقل معها بنته الثانية وقدر يكمل حياته عادي صمت نهد وقال نور أما هيك تبقى أختيك ومعنده تشعر لقبضك شديدات إذا لم يكن الشعق بها وتنفرها على حاجة ما عنده فيها دم نور شفت شي وقالت وأنا جمعت شعالة كعكا مهما وقالت وانا شنو دمي عن قتل مخدة وقالت وشنو دمي تسمع فيها وشنو دمي نعيز شغري كله مكرفصة ومكبرونا مكرفصة بس باب تحجرت ومزلك نتحجر وش تحبلو إلى بعد نالية غنعيش في أمان الله نحنا تلاحن نقل الكلاب يأكلوا فينا مرحمنا حتى شاحتة من العائلة مماش حال بغوزو جوع عبزز منها وزيدو يتموني فيها حتي ما كانت شباغة كبرت فضال خالي لكي يعملونك في الخدامات لأنا ولا ماما ما تهنيس حتى قرسم زينو دمانسمو ثقب علي وفي كل مره خالي يجيب لي هاليس في شكل بش يزوجني ويتهنى مني قولي يا شنو دمي حتى نعيش على الحياس كلها بسببه شنو محسس بي غير هو اللي قلس حدا هو يخشاه في حدنه عنقها وصير عليها في ذيك الوقيتها تلقى العينة لدبوعها بدك يدو زيدي على شعرها ومغمط عينيكي سنشق ريحتها غير بعاس على رأسه وعلى رأسه ويقول نغمشي دابا نور اللي وقفاتي يسمسح على عنقها بصوت سورو قلس الله يحاونك ضال عنده وقال نور دوسع ندرور غدال شريكو هضرتنا مسالة شهناية نور شافت فيه أو بالأحرى شافت له في ظهره وقلس غير حسنا نكمل بروجيت اللي شده وهكا خلوني ندفع تسيقالسي بل من دوليش مشاكل ضال عنده وشوفه مطول أطعب الظهر وقلس يكون خير حسب غير يخرجه ويقرب لعندها تباقب لفجة بينها وقلس ما كيواجوكش دموع ومشا خرج خرج من بعد ما خربك نور وخربك لعليب بغامات خدير مخها ما عرفت واش تفكر في هاد الشي اللي اني تفكر في هاد الشي اللي هي فيه ولا فهذا الحركة اللي دار وهد الإحساس الغريب اللي يحساس بيه معاه داس الليلة صعيبة على كل شي كل شي مسكي وكيخمم وكل واحد خايف منرطة فعل الثاني وغادي نقوله أصبحنا وأصبح الملكة لله صبح صبح جديد اللي كان حامل في طياته أحداث جديدة عند نور اللي فاقت لبست على أونسوم باللي كان باللون البيض ومشت للشريكة وهي مكررها حيث عارفة بالقانونية ممكن شليها تستعقل لابا وهذا الشي اللي بخليها تمشي أما كون جاس عليها كون جمعات حويجها وبالتلات المدينة قاع سمت غادة داخلة دست على أصحابه وشيرك ليهم غير من بعيد ومشت تلعات نيشة المكتب ديالك تكمل خدمتها دخلت هاجر وهيك تطلعني وتنزلني سمت باغيك أنا اللي خنزرت فيها وانا نوقف ووو تنميت غادل عندو وانا مخدم حياة الميلف حليت الباب وانا ندخل سمت اللي شافيه هو يقول سبعة الخير قصة تفضلي ما جاوبتوش قلست بهدوء احطت للوراق شاف الوراق وقلت له نمشو سمت هذا بروجيت تلت سمت شافيه وقل بلعد مسير وهو يغمزني انا اللي خنزرت فيها وقلت له انا ممكن اعرفكش وانت هنا مجرد مدير وانا مهنديثة فهياريت تتعمل معيه لهذا الاساس على ما تدوز هذ المدون مشي فحالي سمت اللي يضحك ويقول انتي مزر مصرع على رأيك نور بروض قلت اكيد لشيش كي تسحبليك سمت نهد وقل ملاك هكيد تفضلي منضيلي على هات الوراق نور اللي خدعتهم بغت تقرعهم حتزح البابا تمت تخلى هاجر قلت غدت تخصك شي حاجة سمت اللي حرك لها رسوا بنفي اللي يدرت وخنزرت فيها ويقول صراحة مكرت شي مصاش انا اللي يفسعت عيني وانهز فيه راسي قربت هاجر وهي كتشفية من ستعين زي ما بغت قليلي السم اللي زيرتها لدي قلت كنشوف دو كلوراق قلت بغت بغت نخرج من البيرو ما بغت تقراهم هي تنتقى هاجر وقالت اي مش فيها سمت شف فيها هو يضحك وقل أهم ولي اني ليش كتشفية لها وليس كتشفية لها هي اللي بديك تحيد الساعة ديالها والخاسن ويديل المصاش الكتافه اللي خنزرت فيه قلت له هاد وراقة ديالاش صامت اللي قال مزيان دليل مصاش مزيان قلت واقيح بغت قرأي ما قلت قرأينا عن قولك هاجر في عيني ويقول هادوك شئسهم في الشركة عم يكسبهم لك باسمتك هم وشمهم سالكات ومن انت بغت نكرر انهم بغشت انت من عائلتنا ياريت ترضيهم نور اللي تعصبت وقالت وشكي حسب لك انت مع فلوسكم ولا كيفاش بداسك تهدر وهي كتوقع وقالت اكيد انا عندي مندر فلوسكم وقعت دوك الوراق كامل اللي تسمت ايضحتهم لي وقالت ما عندي مندر بيهم هاو مردتهم ليكم صامت بهدو اقل انا ما قلت اشتمع انا قلت بلينتي مني ما بغشت انت ميلينة ولا هادو الشركة ولا هادو العائلة فاو قاطعاتي بداى حتى تصافي زفزززبجي اللي دار بركة سافي خانزرات فيه يتحط له استيلو اشتا انا تربت من هالول على القناة وعمر الفلوس والاملك مكنو غي غيروني ولكتو كدنو بلي هم؟ انا طمعوا فاركم غلطينه بالسف اه سامد هي تخرج خطعت الباب ديال بيرو من بعد ما خنزرات في هاجر هاجر المضيقة عينيها وقد حول تهم هاد الشي وطريقة بش دوت نور مع سامد اللي تجوا واحد ما يتجرأ يدوي معاه بيها هي اللي خرجت ما خرجت هو يبتاسن هاجر خرجي هاجر قتلو ولكن خنزر فيها وما زدتش معها الهدرة وخرجات صامد اللي اخداد كلوراق طول فيهم تشوفه هو يبتاسن وكل هم هم مبروكالينا مدام الجحاري احنا غنشوفه دابا شنو غدي تديري شكريتات شكريتات فنظركم الوراق اللي وقعت عليهم نور ديالاش وشنو غدي تروا في الاحداث القديمة تيقوا بيها اللي قتلكم القصة عاد غدي سبدا وعاد غدي نعيشوا علاقة الحب اللي غدي تجمع بين نور وصامد اولا نقولو علاقة ديالكراهية الله اعلم ما غديش نتقول لكم ونقول لكم لبنات ما تزعبوش وخلووا لي كمانتغ ديالكم قولوا لي كي جازكم القصة قولوا لي شنو ما الاحداث اللي كنت توقعو غدي يوقعو واش نور غدي تقدر تسمح للاب ديالا ولا لها كل شي هدي نكتشفوه في الجزء الاخير ومتخليوش قليو يا ابن جيمة شكريتا يا قوز اللي بتعاد لكم في هذه القصة سافي يلا ما تزعبوش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة